بالله انا اضعت برونو مقيل بس انا مسلمت تشكيلة قبل انها يتنطوروا لساعة قبل تسجيل الهدف لكن الساحل يعني كان ودك مين تضع يعني؟ والله كنت محتار بينه وبين مدرب الوكرة الصراحة يعني هم ترى مدرب مرخية زين ومدرب الشمال زين كل المدربين بس في شكل عام انا اخترت برونو مقيل بس المباراة سهلة اليوم بالنسبة له طيب هذا رأيي الشخصي طرمك لا يعني انا اقول لك الحرس المرمى طبعا فهد يونس من ريان سيمو قلب الدفاع من العربي لوكاس مندز وحازم شحاته طبعا حازم شحاته تعلق وايضا هذه عفوا سالم لحد الان كنت توقع ان امسك التشكيل لكن هذا الخط والحارس انا عندي في التشكيل كانوا بالفعل حارسي ابو جاسم شايك سالم يوقف وانت تقول التشكيل في المحاور جيرشي ابراهيم ابراهيم ديالو كلهم سجلوا هدف رحي اللي ما سجل هدف انا اراه احسن منهم ياسين ابراهيمي واكرم عفيف وايوب عسال ايضا تعلقوا هذا الاسبوع وبرونو تباتا نجم الاسبوع طبعا بدون منازل لدينا مهاجم العيب كثير تميز أحمد الجانحي سلطان بريك أيضاً خوخي بعلام كيف تلتم حط الوسط المال للريان وين أحمد الجانحي؟ مندز مندز أيضاً تألق لماذا لم تضع أحمد الجانحي؟ أضعت ياسين إبراهيمي لغرافه متعادل فأضع أكثر من واحد صعبة سنة نجوم أكثر جانحي كان مؤثر أكثر من ياسين أنا أعترض تعترض على وش ساب الجانحي الجانحي مهاجم صراحة أنا مرة أقول لك شيء لفلان لكن أقول أن الجانحي يستحق صراحة لعب يمكن أن سالم ليس فني لكي لا تشعر قيمة الجانحي لك سالم فني يفهم لا لا فني لا لا سأقول جانحي يعني أنت من بتشيل من هذا؟ لا أنا ما بغير أقول من يشيل لا لا يعني قال لك هو في لعبين أنا بخالد يشيل كلهم زرين أنا بقول لك شيء لا 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 بس أنا أقول لك الجانحي أدى مباراة ولا أرواح الجانحي الجانحي الواحد من أفضل ثلاث لاعبين في هذه الجولة لابد أن يكون موجود طيب أوكي أنا قلت هل الجولة تعلق فيها لاعبين كثيرة؟ أحمد الجانحي سلطان بريك منديز زعب الريان أكثر من اللاعب تعالى بس أنا مطالب 11 لاعب 11 لاعب صح؟ أي طيب خالد ممكن تشيل واحد من أربعة وتحط أحمد الجانحي أنا مذيع لا أشيل أنا مش فني مثلك أنت غرارك هذا تقدير أنت تشيله لا 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 أنا أقول لك تميز الجانحي ويستاهل أن يكون في التشكيله ولكن التشكيله مثل ما قلت هي 11 لاعب بعد أن أنت الحين تشكيلتك هذا أنت مدرب ما يصير إحنا الجهاز الإداري نضغط عليك تغير التشكيله ما غيرت أنا صر ودافع عن لا خلق صامل خلق صامل نحمد الجانحي يستحق التواجد أصمال يا بجابر بريك يستحق التواجد خلق غير المدرب يا زن نعيم يستحق التواجد بجابر خلق صامل 11 لاعب هي لا تغير خلق صامل لأنني أخترت كلهم جيدين للمعلومية أنا أخترت ثلاث لعبة من فرق متعادلين لهم مدافع العربي تميز ياسين إبراهيمي أيضا تميز وتباطة أيضا تميز مع فرقهم متعادلت لكن أنا بالنسبة لي أعتقد أنهم تميزوا هالأسبوع ترى مع التشكيل هذه حياراتني واجدت ترى خلت وقت طويل لأن لاعب ريان مندس صعب أن يطلعه لكن في النهاية إبراهيم ديالو وترس تألغوا وسجلوا فطريت أن يطلع اللعب لكن عندما يقدم لك لاعب مواطن مستوى طيب بنفس تأثير القوة المحترف مفترض أن أدعم المواطن أكثر خصوصا أنت بالذات يجب أن تدعم المواطني صحيح صحيح أنا عاشف